السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهلبية دي يا جماعة ظهرت في فيديو قبل كده واني مكلتها الساعتها لاني كانت الكفتة يا جماعة ما حصلتش بجد الكفتة دي لازم تراملوا الكفتة دي لازم تراملوا الكفتة دي جميلة جدا ومظبوطة وخلي بالكو الكفتة دي عاملة زي الكيك او زي البسبوس ممكن تكتراملها تلقى نهارت تلقى ما يبقتش كفتة بقى بقت حاجة تاني ناكلها بالمعلقة خلاص فانا الفيديو دي انا ساعتها ان دخلت ما دقتش المهلبية واقول لكم رأي فيها احنا بنعمل الفيديوهات ليه علشان نقول لكم ان الحاجة دي نعملها حلوة وبالامانة وانتو بتحسوا من ملامح والشي ساعتهم وانحنا لما بنلاقي حاجة والله مش مظبوطة ما بنطلعهاش اصلا بنقوم حطاها على جام وعندنا كمان كاركارية برضو عشان روايح الاعياد وروايح شهر رمضان الكاركارية بتاع شهر رمضان ليسا عندنا بس انا المهلبية ده هدقها واقول لكم عليها انا طبعا دقتها قبل كده بس انا ايه لازم ادقها عم اللي قدامكم بسم الله الرحمن الرحين اهو بسم الله شوف يا جماعة كويس كده متشدوش على المهلبية متخلاش تقسي عليها او زيل بشامل الكين ما تنشفهاش اول مقاديغ بس عب تفرق يا مصالة من نوع النشا ممكن نوع النشا يفرق معاك واللبن نفسه لا الحليب اللي هو الخفيف من زيت ايه يفرق والله في كل حاجه ممكن اقول لكم اعديل نوعية الحاجه تحدد امورك في كتيرة فيه شوفوا شوفوا القوام ده هو القوام ده يا جماعة ما تبقاش جمدعا كده هو الاربع كوبايات ليوم نص كوبايات مش نص سعيد الا لا ما اقصدش انا اقصد المهلبية تبقى زي الجيل كده الانها الا 4 كوبايات الكيلو ما تجيب تلسكه تلاقي قاسي ايوما انا بقولها اهو يا مسرعينا ماشي ما احنا عملنا قبل كده بس انا بقول ان فيها عوامل تانية بتتدخل يعني انا بقول لكم مثلا النشا السعودي هو الراجل بتاع العطارة بيقول لي دي نشا سعودي بتجيبه النشا السعودي دي ويجيبها من مصدر موصوق منه هو يقول لك مصدر سعودي ولا من سعودي لان النشا دي نجرب لها من زمان ومظبوط يعني ما بنطلع عنها بتلاقي الوصفة ممكن تتأثر او طبوس شوفوا بقى مش مش نشفة قوي مش هانا قالت لكم تبقى يجيبها اهي شوفوا ماتنشفهش عن كده ماتتكون حاجة جمدة لوم النشا المقدار ومش موضبوط لا ولو زود التصوية اكتر لو انت زودتها عن النار شوها اكتر او طبوسك هتاك ناشه هتاك تثرها هتاكت ايما اليدى فينك في نفس الهلة اللي هي معمولة فيه هتقوم ماشف. هتقوم بتنشف مني. فدي حاجة اللي تتعملها صح. وانا عادي اوصيكوا على فيديو الكفته فان برهتها. انا ثاني يوم العيد. الكفته دي يا جماعة ما حصلتش. هي هتطلع النهاردة بالنم. الناس والله يكون هجموا علينا من الغريحة وصلت للبيوت اللي جنب اللي هو جنب بنا. هتقوم بتنشف من اجمل وصفات. متفرح الناس الصغرين زي في السن اللي بيحبوا ويفرحوا. بتعمل باكاة في البيت والله يا جماعة. وسهلة. بس انت حط لها المقادير مزبوط. والمقادير من مصادر مزوخ منه. هم هم هم. جمدي. وانت وامكانياتك بقى ممكن تزودها بقى مكسرات هنا. بندق فزدق. لوز جوز. زي ما انت اقول. اللي عند اللي عارز يكلف يكلف. بس هي اكيدة معمولة هي تطحفات بشوية فول. بشوية مرسورة بشوية حليب بشوية نشي. بشوية سكر خفافة. قلبي سكر. وده بقى اجمل مشروب تشربه على حياته كلها والله. بزدقة الناس اللي هم. ضغطهم عالي. ده الكركري ده ما تقولش نعدوك عليه والله. انا. انا. انا عندي حساسية. عندي حساسية هنا. حساسية دي مراسة عندي. محساسية دي يا جماعة. باخد لها ده واسمه زي غتك. زي غتك ده او تلفص. تلفصت و زي غتك دول ساعات بيعلو ضغط. ساعات بيعلو ضغط. فانا الكوباية الكريمين دي في اليوم. تقوم زبطالك الزيارة في الضغط دي. واشوفكم بخير في فيديو جديد. وكل سلام طيبين. وعيد مبارك عليكم. السلام عليكم. نشرب بقى دي. لا. لا يعني. سو بالقل. لا. 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 لا.